بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله استكمل عرض ومنعرض هل الميل تيرن ميشينز هي قائم بذاته ولا كل الأنواع السابقة ممكن أن تكون ميل تيرن ميشين هل الإجابة هي الثانية أن كل الأنواع السابقة التي تم عرضها من الممكن أن تكون ميل تيرن ميشين لنرى كيف فبيقول لي أي ميشين طيب شون سوفار قد بي ميل تيرن ميشين فالقدامنا ديها شباب زي ما احنا عرفين النوع ده يبقى يونيفرسل ستايل فبيقول لي مني يونيفرسل ستايل ده ممكن يكون ميل تيرن والشكر ممكن يكون ميل تيرن فإيه اللي بيميز هذا النوع فبيقول لي this machine can rotate cutting tool call live tuning هنشوف هنا هنشلنا هنا التلخط بالك من الجزء ده وهنا هيجي عندي اللي هو المل turn جزء ده اللي بنسميه المل ليه بنسميه لأنه بيقول لي من الممكن أنه أنا أعمل بي عمليات مختلفة قد بي أعمل أنا أعمل بي drilling tapping reamer end mill etc يبقى كل العمل هل هو الاتجاه في X axis قل لي لأ ده من الممكن كمان أنه يبقى في X axis أو Z axis يبقى في X axis أو Z axis بقدر أعمل بي عمليات التشغيل المختلفة لأن في ميزة أنا أجد أنه يقول لي the main spindle has two modes normal turning mode وبعدين live tooling mode يبقى أنا عندي حكتين أقدر أعمله من live tooling mode turning mode normal خلال شرط تعال live tooling mode the live tooling mode engages a rotary device الrotary device ممكن يكون حكة مالتنية ممكن يكون indexer أو full rotary axis يعني إذن اللي عايزين نوصل من هنا أن هذه المachine تستطيع أن تعمل في one cycle كل عمليات turning بالإضافة إلى عمليات المilling اللي أنا ممكن أحتاجها في الproduct اللي أنا هشتغل عليه فبي يقول لي هنا أهو completing many work piece that would normally require secondary operations بنيجي نشوف هذا الفيديو عشان نعرض به إزاي المل turn وفي نفس الوقت نشوف دي اللي هي الصابس بندل زي ما احنا شايفين قدامنا كده هنا عمل عملية longitudinal turning أهو ماشي وبعدين بيعمل taper paper وعمل groove اللي شغال فيه يشتغل فيه دلوقتي groove هنا اخذ بالك اخذ بالك دي subs bundle هنشوف دلوقتي انه يخلص الجزء ده ويبدأ بعد ما يخلص جزء ينقل على جزء الثاني هنا شوف بدأ يعمل اذا المشين يتوفر فيه انه يعمل بها drilling وعمل كمان فيها slot بالاضافة كمان النط بعد عمل الثاني عمل hexagonal اه شوف بص هذه النط هيبت التكوى اه 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 هيخلص الجزء ده يشوف هيعمل اه اه هنا extend اللي هو subs bundle clamping this part فتح المن spindle يبدأ يعمل التشغيل في الاتجاه الاخر شوف عمل الفيسنج يعمل عملية الفيسنج وبعدين يبدأ عملية long turning long turning يعمل عملية long turning هيعمل taper ويعمل على steps بعدين يروح جاي اه خلاص كده عملنا taper هيردأ عملية finishing للجزء الجزء هنا في الأول هنا في taper كبير ويعمل finishing سوف يعمل الناط ستبقى واضحة أكثر لكي يوري لك end من التي يشتغل بها ورهلك سوف يعمل الأول hole تمت عملية drilling وبعدين يبدأ عملية هي hexagonal المسدس بدأت يطلع لي المسدس الناط سوف add tool اه اه اند مل بكده خلصت الشغلانة بسيب الpart كان عرض ال end مل وفي نفس الوقت sub spindle machine اشتغل اشتغل оружى